معنا في الأستوديو الخبير الاستراتيجي والأمني البخاري أحمد محمد مؤمل أهلا وسهلا أهلا وسهلا إذن التحديات الأمنية المشتركة لمجموعة دول الساحل ما تزال قائمة كيف ترى الاستراتيجية الأمنية لمواجهتها؟ وهذا ما قال التقرير هو عن هذه البلدان التي تشترك بنفس التهديد لازم أيضا توحد بعض مساراتها لا تتوحدهم كاملة يعني غير بأتوحد ياسم المسارات في الرؤية العامة للتحدي للعناصر الأساسية من مظاهر التهديد العناصر كيف هي الأساسية؟ الذي قال تقريركم الأخير الأرهاب ما يسمى بالأرهاب ما يسمى بالمخدرات التهريب المخدرات بشكل خاص والتهريب الثاني والمخدرات والتهريب الثاني هذا يغذو عملية رهاب ثم تهديد ثاني من هنا أطلعوا اعتبار كبير به المولي زاده فكتور حامل حامل الإرهاب هو تهريب الأفراد ما يسمى بالهجرة ذلك التوافق كيف لا يعود؟ ذلك التوافق تطلب عن أن تعود في رؤية توافقية وتتمثل في إجراءات عملية على الميدان إجراءات عملية على الميدان يسر من ما هو لا يعود معلن ما هو لا يعود خبر مفتوح لا يعود محيط بالنوع من الحفاظ وذلك لابدوا فيه طيب أين هذه التحديات بالضبط من هذه الاستراتيجية؟ التحديات يعني المخاطر هذه المخاطر والتهديدات التي تشكل تحديات فعلا ماثلة التهديدات وهي شيء قايمة وأثرها يتفاوت من بلد لآخر من أكثر البلدان المتأثرين بها حالا بصورة مباشرة ومالية هذه قضية مفهومة ما أثرها أيضا كثيرا على الشات بالمشارك مباشر في الحرب ضد بوكوحرام وكذلك النيجر مؤخرا لما شفنا عنها ضربة بركنافاسو والسنغال ما هو مأمن بالآخر الإعلام المفتوح يقول عن فيه حوالي الذين السنغالي موجود في ليبيا تعمل في إطار داعش وما يسمى بالدول الإسلامية وفي الشهور الماضية أيضا تمت إجراءات بوليسية متينة في السنغال تحقيق بعض الأيم أو بعض الناس في محاربة هذا موريتاني لها فترة من الزمن وهي تعيش قدر من الهدوء أنا دائما أقول له هدوء نسبي لأن الأمن المطلق ما هو خالق ويقض عن الله بأثر رئيسي يغلق ما يجعلها في مأمن صورة مطلقة تم دائما تعرض التهديد طيب وواضح أن هذه التحديات مشتركة وتواجهة مجمل هذه البلدان لكن هذا التكتل دول مجموعة دول الساحل الخمس إلى أي حد أسهمت استراتيجياته ورؤاه في محاولة الحد من هذه المخاطر النظاه اللي عن إسام فيه يتمثل أولا تحديد رؤى مشتركة وهذا خلق وهذا خلق من دليل عليها هذه الاجتماعات وهذه الإعلانات التي عدلوا الساسة الناطقين باسمه قطعا فيه فيه مجهود التوحيد الرؤى وفيه أيضا تعاون أكيد ما ينعلن كيف قلت لك تعاون أكيد بين المصالح الأمنية هذا ما هو شيء قد ينعلن ما هو شيء قد ينعلن يغير معروف على النوى خالد شفت في الإعلام مؤخرا ما نعرف صحية الخبر وشاني يغيره دائما مصادر المفتوحة هي 80% من مخابرات مصادر المصادر المفتوحة تقول عن اعتقال مده منتهم بالإرهاب هنا موريتاني وعنه أسلمت السنغال وقطعا أيضا السنغال تعاون مع موريتاني النهارات خلال مطاردة السجين محكوم عليه بالإعدام بسبب الإرهاب اللي عقابه باعتقال خارجه طيب موريتانيا تعتبر أن لديها مقاربة تعتبر يعني من أحسن المقاربات في المنطقة مقاربة أمنية إلى أي حد تختلف عن باقي المقاربات برأيك فيما يتجلل اختلاف بالضبط ما نعرف الاختلاف يقود أولا في الفرق الزمني اللي يبغل فيها موريتاني كانت سابقة سابقة قدر من الدول في كبير مقاربة وإدراك حقيقة عن التهديد وخاصة الدول اللي كانت حينها مشاركتها في التهديد بصر ومباشرة مثل مالي والتهديد كان يجير موريتاني من مالي غير إدراك الماليين الخطورة على بلدهم ما كانت بالدرجة الكافية اللي تعطيهم تدفعهم اللي حاربتها كما فعلت موريتاني ظال لأن الفرق أساسا يكمن لأنها كانت سباقة إلى درجة كبيرة مقارنة بالبلدان المجاورة بعدين لازم أيضا عن هذه المقاربة يكسع يتم تحيينها دائما ما إن قال هذه رهية أتت أكلها وكتفاون بها لا تهديد يتقير حينها كانت المقاربة أساسا في المنطقة في مجموعة واحدة أرهابية ما يسمى بالقاعدة البلاد المغرب العربي اليوم صارت فيه مجموعة أخرى كبيرة حتى والله قاعدة هم تقبض بلاست القاعدة هي الدولة الإسلامية في ليبيا أيضا المقاربة الموليتانية لازم تشمل للبعد البلد وأكيد قال عن القائمين عليها عنهم متباركين معا يغير كيف قلت لك هذا موضوع حساس وله كل خبر فيه لا ينعلن لأنه الأصداء التي تعطينا الإعلام المفتوح إذن الخبير الاستراتيجي والأمني البخاري أحمد محمد مؤمل شكرا جزيلا لك شكرا